انعقد الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية بمقر حزب الاتحاد تحت عنوان الشباب في معركة الوعي رؤية متجددة للعمل السياسي مع الشباب يأتي الصالون السياسي في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء الصالون بحضور رئيس حزب الجيل الديمقراطي ورئيس حزب مصر القومي ورئيس حزب الاتحاد ورئيس حزب المصريين الأحرار ورئيس حزب مصر الديمقراطي ورئيس حزب العدل خلينا نتفك أن الشباب هو أغلى ما يملكه الوطن وهو صروة وقوة للوطن مستدامة تقدر تدعم الوطن في كل شيء اقتصاد اجتماع والآخر فالاهتمام بقضية الشباب ده اهتمام قومي أمن قومي لأن انت 60% من الشعب المصري شباب وفكرة تمكين الشباب وتأهيله ده موضوع ليه تاريخ واحنا بنجدد في أفكاره وبنقول الأحزاب تشارك ما بنجدش جديد بس احنا بنقول عايزين نمكن الشباب الحقيقة ملف الشباب هو الملف الأخطى على مائدة الحوار الوطني وعلى الأجندة السياسية المصرية طوال العشر سنين اللي فاتوا ودعي أن الدولة المصرية بقيادة رئيس عفتاح السيسي أولة اهتمام خاص بملف الشباب سواء على مستوى المؤتمرات الشبابية اللي انعقدت والوصلت لعشر مؤتمرات أو على مستوى تأسيس منتدى شباب العالم حالة احتفاء واهتمام دائم من الرئيس بالشباب منذ طول الحكم قلة الوعي اللي عند الشباب خلت عندهم عزوف أنه هو يخش الحياة السياسية والتي الوعي دي بيبقى السبب الرئيسي فيها هو الإعلام المغلوط كذلك بيتم طرح إشعاعات على الناس الشباب بتصدقها بتمشي وراها الكل بيبتدي يبعد عن الحياة السياسية والمشاركة في الأحزاب لا خلاف قطعا بأن الشباب المصري يمتلك من المواهب الكثيرة ولكن يجب علينا توظيف هذه المواهب أنا النهاردة إن ما كانش الشاب يقدر يندمج في أحزاب سياسية أو في روابط اجتماعية يقدر عن طريق العمل الاجتماعي إنه هو يشترك لإظهار خبرته وقدرته على القيادة هيشاركي إزاي؟ الشباب يعتبر نصف المجتمع فالشباب هو العماد الرئيسي لكل مجتمعات إذا أهملت شباب المجتمع لا يمكن أن يتقدم فلابد من التركيز على الشباب وتنمية قدراتهم وتنمية أفكارهم وتنمية انتمائهم للوطن ليه ما أستغلش ببعض من الشباب دي عندهم طاقة كويسة عندهم خلفيات عندهم موجبة لي التطور التكنولوجي والتطور العصر وكل التطورات دي كلها فأنا أقدر أستغل ده وأعمل دمج ما بين الشباب الصغار في السن وما بين الناس الكبيرة في السن عندهم خبرة كويسة يعود عليها يبدأ فأنا أقدر أستغل ده وأقدر أعمل دمج ما بين الاتنين وقدرهم مساحة إدارة حركة خلالها دولة سمحت لي الشباب أن هي تمارس الحياة السياسية والحياة المجتمعية من خلال نمازج المحكاة اللي احنا شفناها سواء لمجلس النواب ومجلس الشيوخ من خلال تنسيئة شباب الأحزاب وهي التجربة الجميلة التي دعا إليها سيدة الرئيس والحمد لله لقت نجاح كبير جدا جدا ضمت شباب من حوالي 25 حزب ومستمرة بتعمل منتديات وبتعمل برامج تأهيلية وتفكيفية بتوعي الشباب وتعرفهم المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة